إذن نكمل يا سابح حكينا معناته لازم أول إشي أوجد مجموع قياسات الزوايا الستة بعدين المجموع الكامل أطرح منه مجموع قياسات الزوايا الستة هذا المضلع بدنا نوجد عدد الأضلع من خلال الرسمي يلا نعيد أضلعه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن كم مجموع عدد الأضلع هي عبارة عن سبعة معناته رح نحط مكان إن عبارة عن سبعة إذن سبعة ناقص اتنين مضرب بالمية وتمانية الآن سبعة ناقص اتنين اللي هي عبارة عن خمسة بدي أضربها بالمية وتمانين بنزل الصفر دمانية بخمسة أربعين صفر وباليد أربعة خمسة بواحد خمسة أربعة تسعة إذن تسعمية مين هي التسعمية اللي هي مجموع قياسات الزوايا كاملة لازم يكون عبارة عن تسعمية هلا إذا نحط مكان S تحتها عبارة عن 900 وبعدين ننقص منها هذا المجموع الزوايا الستة معناته تاني إشي لازم أجمع الزوايا الستة كلياتها مع بعض حطتهم تحت بعض هون أسرة عشان نيجي نجمعهم يلا خمسة وستة عبارة عن 11 11 واربعة اللي هي عبارة عن 15 15 وسبعة اللي هي 22 22 وباليد 2 هلا نجمع أربعة وأربعة تمانية واثنين عشرة وثلاثة تلاتتاش وثلاثة ستاش وثلاثة تسعتاش وتمانية اللي هي عبارة عن 27 إذن باليد 2 هلا 2 3 4 5 6 7 إذن طلع عندي مجموع الزوايا الستة سبعمية واثنين وسبعين إذن معناته بدي أطرح 900 ناقص سبعمية واثنين وسبعين يلا نيجي نطرح هون 900 ناقص سبعمية واثنين وسبعين أكيد رح نستلف وهاي رح تصير تسعة والتاني رح تصير عشرة إنه رح نرجع نستلف منها عشرة ناقص اتنين اللي هي 8 وتسعة ناقص سبعة اللي هي عبارة عن اتنين وتمانية ناقص سبعة واحد إذن معناته قياس الزاوية رقم اتنين عبارة عن مئة وثمانية تمانية وعشرين درجة إذن قياس الزاوية رقم اتنين مئة وثمانية وعشرين درجة مفهوم يا سابع لهون ضايل علينا من هذا الدرس كامل نشوف مثال رقم 5 الموجود بصفحة 122 مثال رقم 5 الموجود بصفحة 122 بيحكي لي أجد عدد الأضلع يعني بدي أوجد N عدد أضلع مضلع منتظم قياس زاويته الداخلية جاء بصير قياس الزاوية الداخلية 135 هاي الزاوية الداخلية يعني واحدة من الزوايا الداخلية لهذا المضلع المنتظم عبارة عن 135 أنا بدي أوجد عدد أضلع هذا المضلع المنتظم اللي هي عبارة عن N هالإيامس هاي قياس الزاوية الداخلية رمزنا لها بالرمز X معناته أنا عشان أوجد عدد الأضلع N لازم أستخدم القانون للي بيحكي عن الزاوية الداخلية إذن بعيد عشان نيجي نوجد عدد أضلع أي مضلع وجاء بصير الزاوية الداخلية في السؤال معناته يا إيمس لازم نستخدم قانون اللي بيحتوي على رمز X اللي هي عبارة عن الزاوية الداخلية طيب من القانون اللي بيحتوي على رمز الزاوية الداخلية أخذنا القانون اللي بيحكي X تساوي اللي هي عبارة S على N هاي هي عبارة إذن قياس الزاوية الداخلية هو عبارة عن مجموع قياسات الزاوية كاملة على عدد الأضلع فقياس الزاوية الداخلية معروف عندي هون S اللي هو عبارة عن مجموع زوايا الداخلية كاملة لهذا المضلع المنتظم معناته أنا بدي أجي أطبق هذا القانون هون عندي عشان أطلع نون اللي هي عبارة عن عدد الله بدي أكتب القانون هون عندي X تساوي S على N ليش استخدمت هذا القانون لأنه بيحكي عن زاوية داخلية وما في قانون بيحتوي على زاوية داخلية غير هذا القانون فحطت X تساوي S على N طب يا ميس هلأ X معروف عندي بس S اللي هي عبارة عن N ناقص 2 مضربة بالمية وتمانين ليش كتبت هيك؟ لأنها القانونها N ناقص 2 مضرب بالمية وتمانين كلها تمقصوم على إيش على N طب يا ميس هلأ في هذا القانون معروف عندي مكان الـ X شو مكان الـ X راح أحط 135 إذن راح أنزل مكان الـ X 135 يساوي N ناقص 2 مضربة بالمية وتمانين على N هلأ عشان في زي هاي معادلات عشان تيجي تحلها أو زي هذا السؤال عشان تيجي تحله أول خطوة بتعمل عملية ضرب تبادلي يعني بتيجي بتضرب البسط الأول في المقام الثاني وبتيجي تضرب البسط الثاني في المقام الأول تعمل عملية ضرب تبادلي عشان أوجد المتغير فبتصير المسألة عبارة عن N مضروبة بالمية وخمس وتلاتين N مضروبة بالمية وخمس وتلاتين يساوي هاي كلياتها مضروبة بالواحد فهاي كلياتها لما تنضرب بالواحد بتضلها هي نفسها اللي هي عبارة عن N ناقص 2 مضروبة كلياتها في المية وتمانين طب N ضرب 135 أخدناك ها طبعا N عبارة عن متغير مرفوع للقوة واحد بنضرب المعاملات في بعض شو معاملة هاي واحد واحد ضرب 135 اللي هي عبارة عن 135 ومنزل نفس المتغير إذن 135 N هذا الشكل بدي أضبط شكله بدي أبسطه واضح إنه قوس كلياته مضروبة بالمية وتمانين معنات المية وتمانين ليش ما أجي أوزحها أضربها بالN وأرجع أضربها بالتنين 180 ضرب N اللي هي عبارة عن 180 N لأنه معاملها واحد واحد في 180 180 بنزل الN ناقص 180 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 360 واضح إنها أصبحت المسألة كأنها معادلة هاي المعادلة بنا نجي نحلها حكينا لما نجي نحل معادلة بنخلي المتغيرات مع بعض وبنخلي الأرقام مع بعض معناته بدي أجي أنقل هاي لأنها فيها متغيرة على الطرف الفي المتغيرة فبتصير 135 N وأي عدد بنقله من طرف لآخر بتتغير إشارته إذا كان موجب بصير سالب فلما أنقل 180 N على الطرف الثاني بصير سالب 180 N يساوي طالت من هذا الطرف شو ضل من الطرف الثاني ضل من الطرف الثاني السالب هاي إشارته أخذت مع إشارته سالب 360 هلا 135 ناقص 180 واحد موجب الثاني سالب نأخذ إشارة العدد الأكبر وهو 180 سالب ثم نطرح 180 ناقص 130 اللي هي عبارة عن 50 50 ناقص 5 اللي هي عبارة عن 45 إذا سالب 45 N عند طرح أو جمع المتغيرات بنطرح وبنجمع المعاملات اللي هو 135 ناقص 180 بطلع عندي سالب 45 وبننزل نفس المتغير اللي هو N يساوي سالب 360 صارت معادلة كيف بدي أخلص من السالب 45 بدي أخلص من العدد اللي جنب المتغير اللي هو سالب 45 كيف بخلص منه بأخذ عكس العملية الحسابية الموجودة سالب 45 وما بين ال N في بناتهم عمليه الضرب فأنا شو بروح بعمل بروح بقسم على سالب 45 هذا الطرف قسمته على سالب 45 أي عملية بجريها أحد الأطراف لازم نفسها أعملها للطرف الثاني إذن على سالب 45 طلعت N تساوي طبعا سالب مع سالب موجب سالب تقسيم سالب موجب بضل عليه أقسم 360 تقسيم 45 360 لما أقسمها على 45 بطلع N تساوي 8 معناته N عدد الأضلع هو عبارة عن 8 أضلع معناته أنا بحكي عن مضلع ثماني يتكون من ثمانية أضلع مفهوم لهون يا سابع نيجي نحل مع بعض على السريع سؤال أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 122 بنفس الطريقة الفكرة ما تغيرت رح أستخدم القانون اللي بيحكي عنه اللي هو X تساوي S مقسومة على N بدي أنقل هون سؤال عندي هون على الدفتر عشان يجي أحل لا يجي أحل يات مع بعض إذا سؤال تحطق من فهمي اللي هي عبارة عن X تساوي S مقسومة على N هلأ X حكينا معروفة في السؤال اللي هي عبارة عن 140 فراح أنزل مكان X عبارة عن 140 يساوي S قانونها معروف اللي حفظينه N ناقص 2 الكلياتها مضروبة في 180 وكلياتها مقسومة على N حكيت في هذا السؤال استخدم عملية الضرب التبادلي على طول إذن يامس نضرب ضرب تبادلي 140 ضرب N هاي معاملها 1 140 ضرب 1 140 وبنزل نفس المتغير إذن 140 N تساوي هذا كله ياته مضروب بالواحد فبينزل زي ما هو N ناقص 2 مضروب بال180 لما أضربها بواحد بتنزل زي ما هي إذن N ناقص 2 اللي مضروب بال180 هاي ما بدأت تصبيد أكثر من هيك خلاص هي هيك مزبطها بتظل ال180 أجي أوزحها على القوس فبتصير 140N يساوي هلأ 180 ده أضربها في الـN وهي حكينا معاملها 1 180 ضرب 1 180 وبنزل الـN ناقص 180 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 360 هلأ هذا العدد حكينا صارت تتحولت إلى معادلة بنقل المتغيرات عن بعض والأعداد عن بعض بدي أنقل 180 على الطرف الثاني فلما أجي أنقل 180 على الطرف الثاني رح تتغير إشارتها فهي موجبة بتصير سالبة فبصير 140N ناقص 180N هذا الطرف جبته إلها يساوي شو ضل من الطرف الثاني سالب 360 هلأ بضل علي أجي أطرح أو أجمع المعاملات واحدة موجبة الثاني سالب إذا نأخذ إشارة العدد الأكبر من الأكبر 180 إذا بأخذ سالب بعدين بطرح 180 ناقص 140 بتصفي 40 وبنزل نفس المتغير اللي هو N على سالب يساوي سالب 360 صارت معادلة بدأ أخلص من العدد الجنب المتغير سالب 40 شو بين وبين N ضرب إذن أنا بقسم على سالب 40 بهذا الطرف وعلى الطرف الثاني على سالب 40 فنروح مع بعض بضل من طرف الأول N يساوي سالب تقسيم سالب عبارة عن موجب 360 تقسيم أربعين أبل ما أقسمها بقدر أختصر الأصفار مع بعض بدل 36 تقسيم أربع اللي هي عبارة عن تسعة إذن N تساوي تسعة معناته عدد الأضلع لهذا المضلة عبارة عن تسعة أضلع وهيك يا ميس بيكون انتهى درسنا كامل لهذا اليوم نيجي نعين مع بعض الواجب البيتي الواجب البيتي صفحة 123 عبارة عن السؤال التاسع والعاشر والإحداش والإطماش وطلطاش وأربعطاش ورح أخد فرع سبعطاش بكفي من صفحة 123 إذن تسعة وعشرة وإحداش وإطناش طلطاش وأربعطاش وسبعطاش من صفحة 123 ويعطيكم ألف عافية